بصوا تقدر تقول انه النهاردة في مسألة الزيارة الليبية دي مفيش حد اسعد مني في مصر غير فخامت الرئيس القوات المسلحة الشرطة تقولي ليه؟ اقولك لانه العبد لله كان ليه شرف انه هو مش المزيع المصري هو المزيع العربي الحقيقة وانا كنت المزيع الوحيد في العالم اللي راح شهد حرب التحرير في ليبيا يعني وكنت موجود هناك قابلت وقتها المشير خليفة حفتر عملت معها حوار قابلت امير سيرت عملت معها حوار امير سيرت عن داعش بالمناسبة عملت معها حوار مجموعة من العائل الارهابيين سواء اذا كانوا منتمين لداعش او القاعدة كنت انا وزملائي الاثنين محب وابراهيم ودي كانت يعني زيارة من الزيارات او جولة من الجولات او مغامرة صحفية بالنسبة لنا كانت عظيمة جدا اصقلت من موهبتنا بشكل او باخر ومن ناحية تانية اضافت لسيارتنا المهنية ليه بقولك مفيش حد اسعد مننا غير فخامة الرئيس والجيش والشرطة لانه بالتأكيد الرئيس هو اللي قاد دفة او بالأدق قاد مركب مصرية كبيرة عظيمة مهمة في سبيل اعادة الاستقرار مرة تانية الى ليبيا فلما يبقى الرئيس بيشوف نتائج وثمار هذه القيادة وهذا التخطيط وهذه الاستراتيجية في مسألة اعادة الاستقرار الى ليبيا مرة تانية اكيد هو الاسعد لما يبقى الجيش المصري اللي منوط به الحفاظ على هذا الوطن يرى ان ليبيا مستقرة يبقى الجيش كده شايف انه مصر باذن الله احنا كده في التمام بنقمن سيناء بنقمن اتقمن الحمد لله في السودان بنتقمن في ليبيا احنا ميت فول لكذا الحال هو هو بالنسبة للشرطة والداخلية المصرية لانه دايما الشرطة والجيش هم اكثر من يتفعون اثمانا في مثل هذه الامور اللي زي حالاتي انا وابراهيم ومحب نبقى مبسوطين جدا لانه دا معناها انه اذا ربنا سبحانه وتعالى كتب لنا ان احنا نشوف ليبيا تاني هنشوف ليبيا وهي هادئة سالمة غانمة بعد ما شفناها وهي تحارب بعد ما شفناها وهي متشرزمة بعد ما شفنا قلب بني غازي محتل في منطقة اسمها الاثنشر عمارة منطقة حي كده اسم الاثنشر عمارة محتلة من القاعدة منطقة اسمها سوق الحوت محتلة من داعش ودي غير دي بالمناسبة اما كلهم نفس المعين الفكري يعني ولكن احنا بنتكلم على حركتين يعني او تنظيمين على سبيل المثال الحصر انك انت تبقى ماشي وانت مش عارف الرصاصة جايالك منين يعني في مقابل انك انت تقوم بمهمة صحفية حقيقية توضح فيها اللي بيجرى انا فاكر مرة دخلنا على مصنع كان بيصنع اسلحة اللي احنا بنسميها عندنا هنا مصنع عبير السلم بس هنا بقى بيصنعه فرد وخرطوش يعني فرد وخرطوش مقروطة وخرطوش حاجات زي كده اللي احنا المصنع اللي دخلناه في ليبيا ده كان بيعمل بلاوي يعني كان بيعدل حاجات على سوريخ كتيوشا انت متخيل لقينا مثلا مخزن مدافع اسمها دوشكا حقيقية بص كانت تجربة وخبرة طويلة فما فيش حد اسعد مننا الحقيقة غير الرئيس الجيش الداخلية لانه لما تشوف النهاردة الحكومة المصرية تاخد بعضها في اطار رئيس مجلس الوزراء و11 وزير ويطلعوا على ليبيا ويقابلوا رئيس الوزراء الليبي في الحكومة الحالية السيد عبدالحميد لتبيبة وايضا مجلس وزراءه بالكامل وتحصل توقيع او يحصل توقيع لمذكرات التفاهم ويحصل مناقشة على مسألة نقل الخبرات واعادة الاستقرار الحكومي بقى مش بس العسكري والسياسي استقرار حكومي واقتصادي في ليبيا والتفكير في ازاي هنقدر نرجع القوى العاملة المصرية الى ليبيا مرة تانية حدوتة كبيرة تقدر تسميها ملحمة بقاء حقيقية مصر سهمت فيها بدور كبير ومهم اقدر اقولك من قلبي النهاردة ونواقف دون اي تصور لانه تتراجع في كلمة انه مصر قامت بالدور الاهم والاكبر والاعظم على مستوى العالم والله اللي شاف ليبيا هو اللي يقدر يحكم في مسألة اعادة الاستقرار لليبيا احنا هنا بنتكلم ونحن نبتعد عن الحكومة الليبية والمواطن الليبي لان هو ده صاحب الدور العظيم مما لا شك فيه مفيش دولة في العالم في العالم قامت بدور من اهميته يقترب ولو اقترابا بعيدا او متوسطا من اهمية الدور المصري مصر عمل الدور اسألوا اللي شاف انا بكلمكم بجد اسألوا اللي شاف اللي شافوا ده من الصحفيين المصريين هم تلاتة ابراهيم ومحب ويوسف اسألوا التلاتة دول لو كلنا عمره ممكن نبقى نعود نحكي التجربة بتاعتنا بالكامل يعني خلونا واحنا بنتكلم على ده بنتكلم على تأكيدات لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ان الفترة اللي جاية هتشهد ازدهار في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الشعبين المصري والليبي خلونا نسمع جانب من كلمات الدكتور مصطفى مدبولي ونرجع نكمل الكلام